السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البارح خرج الخبر لتعليق رحلات الجوية ما بين المغرب وروسيا وما بين روسيا والمغرب يعني الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وهذا بدأت تيطرح علامة الاستفام وتساؤلات من طرف الناس اللي تهمو interessant يعني علاقة بين ه Crystal House الدولتين و السفر من المغرب إلى روسيا وعدا الروسيا إلى المغرب فتساؤلات اللي بدأت تضرح كذلك احتى من الناس وان الناس لم تتسافر واش القضية هي سياسية وعند علاقة ما يدور الان بين المغرب والجزائر بحكم ان روسيا يعني كتبع الاسلحة للجزائر ويمكن اعتبارها حليف للجزائر في حين ان المغرب هو حليف لولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكذلك التساؤل اللي يكترح الناس هو واش يعني عادي يرجع المغرب لسدان ديال الحدود وروسيا ما هي الا البداية اللي من بعد غادي يبدأ يسد مع دول اخرى وكذلك التخوف ديال الناس اللي عندهم الاعمال او لا الدراسة ولا السياحة ولا الاشغال مشاغل ديالهم في روسيا فيعني كيف يفكرون الان كيف يشني هالطريقة باش يدخلوا الروسيا او لا يخرجوا من الروسيا في اتجاه المغرب فهذا الفيديو هدا غادي نشرحوا هاد الامور كاملة وهذا نعطيكم طائعة الحل تحليل ديالي لهاد الامور هدي اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو دائما كنقول لكم شكرا بزاف على التعليق ديالكم على اللايكاز ديالكم للدعم ديالكم للقناة وباقي محتاج الدعم ديالكم وكذلك بالنسبة للناس اللي كتشوف القناة اول مرة تفضل شوف فيديوات آخرين حتى اذا عجبك المحتوى عادك تشترك معنا باش تكون تشترك على قناعة وكذلك تكون يعني اضافة للقناة بالتفاعل ديالكم معنا شكرا بزاف واندوزوا الفيديو اذا في الخبر ديال تعليق الرحلات الجوية ما بين المغرب والروسيا هنايا الاخبار جات عن طريق الصفارة الروسية في الرباط وعن طريق الموقع ديالها الرسمي في صفحة الفيسبوك ودعت الصفارة الروسية يعني قالت بان اولا قالت بان هناك يعني تعليقا مؤقتا تعليقا مؤقتا فقط للرحلات الجوية او للحركة الجوية المباشرة بين روسيا والمغرب اعتبارا من خمسة اكتوبر الجهرية يعني اعتبارا من نهار ديال البارحة والصفارة الروسية كتقول يعني الناس اللي عندهم رحلات مباشرة سواء مع الخوطوط الملاكية المغربية او لا اا يعني يمشيوا يشوفوا اا مع الشركة ديالهم شنو هي الحل اللي غاد يديروا معهم دابا باش يعني يدخلوا ولا يدخلوا من المغرب الروسية ولا يخرجوا من الروسية في اتجاه المغرب والصفارة يعني ما وضحت شي الاسباب ديال سبب ديال هاد الاغلاق هذا اا كذلك ما كانش واحد الاعلان الرسمي من طرف جهات مغربية الان هناك تطرح بزاف ديال الاسئلة من بين الاسئلة هو الاسباب لاش يعني اا تم تعليق ديال اه هاد الرحلات هذه بطبيعة الحال بحكم ما يجري الان بين جزائر والمغرب اا فبزاف ديال الناس كتقول لك بان بحكم ان النظام الروسي هو يعني يبيع الاسلحة للجزائر فلا ربما المغرب يعني اتخذ هاد القرار هذا يعني هو سياسي محط وليس يعني اا تقني نقوله وانما هو يعني السياسة يعني المغرب ما بغيش يدخل عنده الناس الرواسة بحكم ذاك الشديل التجسس وكذا ولكن انا لست مع هذا الرأي هذا علاش لانه الى كالمغرب ما بغيش يدخل عنده يعني الروس الناس الروس خاصة فما يعملش رحلات يقطع غير رحلات المباشرة يعني رحلات اخرى لا يقدر يجي مثلا واحد على تركيا يقدر يجي على فرنسا يقدر يجي على دول اخرى يدخل للمغرب اذا هذا السبب هذا رغم ان الناس كيعجبوا يحضروا في هذه المسائل هذي يخلطوا ما هو سياسي بما هو يعني اني بما بالاخبار اللي كتدر الان بهذا الخبر هذا ولكن انا في رأيي بان هذا ماشي هو السبب اه فالاغلبية دي الناس كذلك كتقول بانه اه يعني المغرب يخص يقطع العلاقات مع اه مع روسيا كدولة شيوعية كدولة يعني لما كيحتاجاش ويقول علاقات دياله مع الامريكا وكذا فكذلك الناس هربطت على الموضوع بزاف وبدت كتا كتا تربط الامور شوية يعني اه وخانا ما انتفقش كذلك مع دل رأي هذا فلابد المغرب مزيان ينوع العلاقات دياله مع دول اه يعني باختلاف توجهاتها في حين يعني اللي كانت هي كتحترم التوجهات ديال المغرب وكذلك العادات والتقاليد والدين ديالنا فلا بأس من يعني انه يكون عنا علاقة كذلك مزيانة مع الروسيا اه هذا ما كان اظن لنش اسببه حيث الشيوعيا ولا حيث ما عنداش مع المريكان ولمغرب عنده مع المريكان ولا هاتشي هدا فالمغرب عنده مع الصين اذا كانوا يخص يقطع العلاقة مع الصين باش يبقى مزيان مع المريكان اذا كان نظن ان هذا السبب هذا 중 sok classe السبب دياله الاغلاق كذلك كان بعد الناس كنتخوف حافف وted以ها طب ba medida اللي اخذ رجع يعني انه اغلاق الحدود مرة اخرى ابدأ بروسيا ما بعض يدوز نشي دولة اخرى بعدين يدوز العديد من الدول كده واش المغرب بدك يشد يعني الحدود اه مرة اخرى بطريقة تدريجية واش غادي تتوقف الرحالات الجوية من و الى المغرب هدا هو التخوف اللي عند الناس وبعد التعليقات اللي وصلتني عند الاصدقاء او الاخوات اه كذلك ما كنظنش بان هذا هو هذا هو السبب اه وما كنظنش المغرب غادي يرجع يعني يشد الحدود مرة اخرى مع الدول خصا وانه عنده يعني حالات قليلة ديال هادي المرضى هدا لا من ناحية ديال الوفيات ولا اصابات جديدة ودائما الامور في تحسن وانما كنظن انا بان السبب الحقيقي اللي يعني يجعل ان المغرب يشد الحدود المباشرة اه وهنا دائما كان اكد على المباشرة لان غير المباشرة راح مازال حال كانوا بعد سنة بعد طلبك يقول لك احنا كيفاش غادي مشيوا الروسيان قراويا اللي احنا السعادية للدراسة وكادا وجينا نشوف واعي اتناقنا مشيوا فما تنساش مثلا عندك الحلول الغير مباشرة بحل مثلا انك تمشي على تركيا مع تركي شعر لاين مثلا هدا حل مزيان ها وساهل واحتاج يكون يعني من ناحية المادية راح اه بين قوسين فالمتناول يعني ماشي 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 غالي اذا كان دن السبب هو ديال هاد المرضى هدا علاش لان اذا جينا مقارنة في عدد الاصابات غير الاصابات الجديدة عملا ايه في هاتجوش ديال 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 ما بين المغرب وروسيا في جوش ديال الحالة ديال يعني الناس اللي كانت توفى بهذا المرضى هدا في روسيا وفي المغرب والحالة ديال الاصابات الجديدة يعني اليومية في روسيا وفي المغرب فهنا عندك مثلا نهار خمسة اكتوبر نهار خمسة اكتوبر يعني البراح فا اه عدد الحالات اللي كانت في المغرب هي ستمية وستو سبعين حالة ستمية وستو سبعين حالة في حين انه فروسيا عدد الحالات وصلت حتى 200.9000 حالة و 918 يعني نقول 200.000 حالة تقريبا وصلت في روسيا بالنسبة للناس اللي توفه غير في روسيا غير في موسكو بوحدة 72 حالة في حين أنه في المغرب كامل 17 وافات أما غير في موسكو بوحدة فوصلت 72 حالة أما في روسيا كاملة 895 حالة ولهذا فأنا كان أعتقد بأن السبب الحقيقي اللي خلى المغرب ولربما بعد نشوفه طبيعة الحال الأخبر فالسبب الحقيقي اللي خلى المغرب أنه يشد الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا فهو هذا العدد المرتفع ديال الإصابات طبيعة الحال فالمغرب يعني قطعوا حد الشوط في هذه المسائل ديالتلقيح وكذا يعني مخصوش يتعاود يعني يتعاود شي موجهة أخرى ولا شدان ولا كذا فبالتالي خطر أنه يضحب واحد الرحلات أو لا واحد يعني يشد ماء واحد دولة فات الساعة هذه راكين تم مؤقتا وغير مباشرة يعني راح ما زال الحلول رغم أنه بعد النص درجة صعبة وفعلا صعبة يعني النسل اللي يكون مخططة أنه يمشي نيشان ومن بعد يبدل رحلة ويمكن يزي التامن يمكن الوقت يمكن العياء يمكن هذا ولكن فكن ظن بأنه فدر أنه يغلق مع روسيا مؤقتا إلى غاية يعني حتى تتعدل الأمور نفس الحالة ديال كندا فكندا قررت أنها تغلق مع المغرب بعلش لأنك تشوف المغرب عندها حالات كتار منها فبالتالي قررت أنها توقف معها الرحلات ومن بعد مليشافة الحالات بالنسبة لهم هما ما زال زيدة في المغرب فكذلك استمروا في إغلاق الرحلات في حين أن كندا فتحت مع أوروبا في نفس النهار اللي مدت الإغلاق دياله مع المغرب ففتحت مع العديد من الدول في أوروبا كذلك آه واحد الحاجة كنت تقضيت في الكاميرا وتفكرت كذلك بالنسبة للملقاحين في روسيا فالملقاحين في روسيا يصلون إلى 30% فقط من الناس هذا هو ما الملقاحين في روسيا في حين أن المغرب تقريبا يعني راه لما أعتقده صار 71% من الملقاحين وبالتالي فمقارنة يعني بعملية حسابية استاتيستيك يعني حسابيا على هاتف الأمور دي فالمغرب يعني متقدم في المجال لا ديال التلقيح ولا ديال العدد ديال الإصابة اللي نقصها ولا كذلك في العدد ديال الوفاية ولهذا فأنا ما كنظنش بأن المغرب يعني إغلاق مع روسيا لأسباب سياسية وكذلك ما كنظنش بأن المغرب غاد يغلاق بالحدود مع دول أخرى آه أولا مثلا هذه هي بداية ديال الإغلاق وكل مرة غاد يغلاق مع دولة ولو كل مرة غاد يغلاق مع مجموعة ديال الدول آه أحسانا هنا نقول نشاط للأخر ديال الفيديو ديالي شكرا جزا في لحظة المتابعة كما دائما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزا في لحظة المتابعة